السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا اخوان عساكم طيبين ان شاء الله تكونوا بصحة والسلام بالخير قبل ان نبدأ لا تنسون تصلون على سيدنا محمد اللهم تصلي وسلم على سيدنا محمد طيب يا حباب اللبس هذا اللي هو مخ في البطن ومدموج مع شطر هايست وجدا جدا اللبس مرا سطوري المهم اندي هو بحذف شخصية وبدون حذف ملابس يعني لا تحذف شخصية ولا تحذف لك ملابس طيب لا تنسون تشيكون لجميع الروابط اللي في الوصف ولا تنسون تخشون مجر يا حبابي وبرضو لا تنسون اللي هو كودة اللي تشوف تحطونه اذا كان حد تدعمني وبس يا حباب هذا اللي كان عندي فقبل نبدأ لا تنسون النشر والاشتراك اللايك والديسلايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنا نبدأ في خطوات القليش موسيقى الآن رجعت لكم مرة ثانية الآن نحتاج استروال البنية كيف نجيب استروال البنية؟ الآن راح نمريكم كيف نجيب استروال البنية طيب نعلق على التشبات أولا ونروح نسجل دخول في الفي اي بي اللي هي السي اي او خلاص بعد ما سجلنا دخول في السي اي او خلاص نرجع نعلق على تشبات مرة ثانية ونروح اللي هي الشركة خلاص نضغط اكس اول كلمة وبعدين ثاني كلمة منجمنت وبعدين ستايل وبعدين نقلب اذا ما حصلتوا هذا اللبس يا حباب اللي بيوريكم اياه الآن لابد انك توصل لفلك فوق المية وعشرين عشان يطلع لك طيب تمام الآن عشان نجيب الطقم هذا لو دخلنا جوا ما راح نقدر نحفظ اللبس طيب الآن راح نجيبه عن طريق مهمة طيب الآن اوريكم اول شي تظهرون المهمات اللي هذي قدامنا شايفينها؟ نظهرها كيف نعلق على التش ونروح الكلمة رقم ثمانية نروح بعدين اوبشنز وبعدين اذا كانت هاي تخلونها كوستو تمام؟ تمام طيب اذا ما حصلتوها او ما جاءت عندكم المهمة هذي خلاص تعليبون على تش اه تعليبون على ستارت او تفضل ستارت ماليش وبعدين تروحون جوبز بدين بري جوب بدين روك ستار كريتت وبعدين ستاند ريس بدين من فوق لي تحت وتطلعون فوق تطلعون على هذي المهمة نفسها بالضبط خلاص؟ حلوين؟ اذا ما حصلتوا يعني المهمة في الارض يعني خلاص؟ هذه نفسها طيب؟ طيب الان راح نجيب اللبس ونكمل خطوات القريتش نضغط سهم يمين طيب الان نبدأ الميشن هنا كده عادي بلاي طيب بعد ما بدين زي كده خلاص الان نضغط دائرة وبعدها بالإكس طيب الان راح يرسبلنا بلبسنا الطبيعي خلاص نخش هنا عند محلة ملابس وأقرب مكان ونضغط سهم يمين بسرعة خلاص نقعد وقفين في هذي القائمة ورح يطردنا من القائمة هذي خلاص زي متون شايفين طردنا من القائمة الآن نخرج من الفي اي بي ونكمل الطريقة زي متون شايفين ما اختفى معانا اللبس كده خلاص اللبس صار حقنا طيب اذا بتحفظ اللبس تروح عادي يمديك تحفظه واذا بتكمل معي خطوات تكمل طيب نعلق على التاجبات والروح style واكسسورات خلاص ونشير جميع الاكسسوارات حلوين بعد ما شرنا جميع الاكسسوارات الآن نضغط سهم يمين عند القمصان والروح رقم 34 خلاص يا حبايب 34 وبعدها رح نروح اللي هو رقم اللي هو رقم يا حبايب رقم 54 تمام زي متون شايفين نضغط دائرة والروح رقم 28 وبعدها يا حبايب رقم 54 ما علش اه ما علش مو 54 اه 58 انا اسف 58 نفس اهم شي اخوان نفس اللبس ونفس الاسم ما يغركم الرقم نضغط عليه بالاكس تمام الآن نروح عند الشوز الله يكرمكم وطيب نروح ثالث كلمة وبعدها يا حبايبي زي ما انتم شايفين ليه كلمة رقم 14 نفس هذا الشوز طيب مناسب جدا لهذا اللبس نضغط دائرة 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 طيب الان نروح عند الاكسسوارات وبعدها نروح عند الجلابس وبعدها نختار اللي هو الرقم 45 زي ما انتم شايفين نفس هذا الجلابس ما يغركم الرقم هامسي نفس الاسم ونفس التصميم والديزاين حق اللبس طيب بعد ما صممنا اللبس كده خلاص كده امورنا في السليب الآن نروح او قبل نحفظ اللبس يا حبايب او اوريكم نشتري هذه النظارة نروح رقم اثنين وبعدين راح نشتري اللي هي هذه النظارة خلاص زي ما انتم شايفين هذه النظارة بضط تشترونها بعد ما تشترونها يا شباب شيلوها من اللبس وبعدين نحفظ اللبس بشكل طبيعي في اخر خانة خلاص لما نقول اخر خانة معانته في دمج الكروكت كب خلاص اول واحدة او اخر واحدة يعني حقانا رقم واحد او عشرين خلاص بعد ما حفظنا نضغط دائرة والروح رقم ثلاثتاش خلاص ونختار اللي هو رقم عشرة هذا بهذا الشكل بعد ما اخترنا خلاص الان راح نتوجه عند المنظور اللي في الشاطئ وارجعنا مرة ثانية المهم الان نجري يا حبايب بعدين نضغط ساهم يمين حلوين حلوين ونعلق على التج ونروح الستايل ونروح على نفس اللبس اللي احنا صممنا خلاص ونضغط عليه بال اكس وبعدين دائرة 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 ونمشي راح يندمج معانا القناع تمام الان بروح محل اللي هو الاقنع نحفظ اللبس شكل طبيعي نضغط ساهم يمين بدين مربع ونحفظه على اخر خانة يا حبايب بهذا الشكل وبعدين دائرة 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 الان ستارت اونلاين جوبز بعدين بلاي جوب بعدين روكستار تريتد وبعدين ميشن وبعدين اتايتين اوف اجوب طيب الان نبدأ الميشن لوحدنا بشكل طبيعي بدون مساعدة طيب والان زي ما انتم شايفين اذا اختفى معاكم اللي هو الصدر بهذا الشكل كده معانا القريبش ضابط معانا اذا لبس ثاني وهذا اذا جاكم على لبس ثاني اول اللي هو الخوذة جاتكم كده زي الكيس معاناة ما ضابط معاكم القريبش تمام يا حبايب لازم تعدوا الطريقة اذا ضابط معاكم كده بهذا الشكل خلاص كملوا معاه طيب الان راح نترجع من محل الأسلحة عشان نحفظ اللبس الان نحفظ اللبس نضغط هنا سهم يمين وبعدين مربع وبعدين بالR2 على نفس اللبس يا حبايب زي متوا شايفين كده خلاص امورنا في السري الان نرفع الجوال بعدين نضغط X مربع X وارسب وارجع لكم مرة ثانا الان يا اصدقائي بعد ما رسبلنا من مهمة ما عليكم انا بس غيرت اللبس المهم بعد ما طلعنا من مهمة خلاص نروح هنا في هذا الجهة ونضغط سهم يمين مصبوط مصبوط وبعدها نروح رقم 50 وبعد رقم 50 نروح رقم 20 وبعدها رقم 4 طيب يا حبايب خلين اقول لكم نفتح الواء الان نمديكم تدمجون اي حزام شرطة حق المسعف برضو يمديك اختار اللبس حق المسعف وخش مهمة الكروكيت كام تمام تمام في كل تالحالات يضبط ان شاء الله الحزام اللي هو بالمفاتيح خلاص او الحزام اللي بدون اللي هو المايكروفون حق الشرطة هذا اللي انا لابسه كله يضبط عليه اللبس خلاص يا حبايب هذه نقطة مهمة مديك تدمج اي حزام حق شرطة خلاص مرة اي حزام حق مسعف حق الاسعاف كله شغال معك تمام تمام انا بعد ما اخترت هذا اللبس خلاص اضغط start بعدين online jobs بعدين play job بعدين rockstar recreated وبعدين versus وبعدين اللي هي هذه المهمة الكروكيت كب وارس بنو ارجع لكم مرتا والان رجعت لكم مرة ثانية وجبت واحد من اصدقائي طيب الان هذا الكلمة يا حبايب اذا كانت بهذا الشكل مثلا classic تخلونها player owned عشان راح نقدر ندمج اللبس اللي احنا اخترنا على اللبس حقنا خلاص والان نبدأ المشن بشكل طبيعي خلاص طيب يا اخواني الان اذا انك حاط لبس في خانة رقم واحد حافظته تضغطون ساهم يمين اذا انك حاط لبس في خانة رقم 20 تضغطون ساهم يسار خلاص انا بضغط ساهم يسار وزم انتم شافين اندمج معانا اللي هو الحزان خلاص ونروح style وبعدين اكس اس ورز ونضغط ساهم يسار ونحط السماعة خلاص يلا نرفع الجوال بعدين اكس مربع اكس وارسبن وارجعلكم مرة ثانية الان يا حبايب بعد ما رسبننا من المهمة خلاص حقت الكروكد كب ودمجنا اللبس تمام الان نروح عند مكانا الاقنعة كذا خلاص ونضغط هنا ساهم يمين ونروح رقم ثمانية يا مدراء وبعدها رقم اللي هو اربعة وخمسين تمام الحين نوريكم زي ما انتم شافين نفس هذا اللي هو الماسك تمام اول اللي هو نختاره بهذا الشكل نضغط على اكس تمام تمام نروح هنا ساهم يمين ونروح رقم تسعة عشر تمام وبعدين تختارون الخوذة هذه خلاص حلوين تختارون نفس هذه الخوذة بعد ما تختارونها يعني خلاص الان رح نتوجه عند مكان المنظور عشان رح ندمج النظارة والخوذة يا حبايب الان جينا مرة ثانية عند مكان المنظور الان نجري بعد نضغط ساهم يمين حلوين 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 نعلق على تتش ونروح ستايل ونروح هدين اكس سورز حلوين وبعدها راح نحط اللي هي الخوذة الملونة اللي قال الخوذة يعني اللي هي الرصاصية هذه تمام بعد ما اختارناها نضغط دائرة 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 وبعدها نضغط ساهم يمين وبعدها نعلق على تتش وبعدها نروح اكس سورز وبعدها نحط اللي هي النظارة السودا تمام حين اوريكم هذه هي النظارة نضغط دائرة 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 ورح تندمج معانا بهذا الشكل طيب الان نعلق على تاتش بات وروح استايل وبعدها نروح البراشوت ونخليه اون بهذا الشكل بعد ما خليناه أون الآن راح نتوجه لمحل الأخناع نحفظ اللبس وبعدها نقول لكم كيف نجيب الشنطة طيب يا حبايب بعد ما دمجنا اللي هي الخوذة والنظارة والماسك نضغط مربع ونحفظه على نفس اللبس طيب أنا عندي الشنطة جبتها وحطيتها على لبس آخر أقدر أن نقولها من ذاك اللبس على هذا اللبس تمام؟ أنتم تعرفون هذه الطريقة خلاص البعض ما يعرف كيف يجيب اللي هي الشنطة من نفس المهمة حلوين وبعدين يرسل من الشنطة وينقول على هذا اللبس أنا راح أوريكم الآن راح أترك لكم رابط مهمة الشنطة والرابط الثاني مقطع كيف تنشي حساب أوركستار وكيف تربط على نفس الآيدي هذا اللي تلعب فيه في جراند وكيف تحمل المهمات وبعدين تمشون معايا في هذا الطريقة واللي يعرف خلاص يكمل معايا يحمل من الرابط المهمة حق الشنطة ويكمل معايا الخطوات طيب طيب افترض انك انت حملتها وخلصت خلاص ضغط نستارت وبعدين اونلاين بعدين جوبز بعدين بلاي جوب وبعدين بوك ماركت وبعدين لاست تيم وبعدين راح ندور اللي هي هذي الكلمة اللي هو الشنطة البنية خلاص ندخل المهمة بشكل طبيعي والان يا حبايبي رجعنا لكم مرة ثانية وبهذا الشكل نبدأ الميشن لوحدنا بشكل طبيعي قصد يعني مو لوحدنا يا اخوة يعني مع صديقنا اللي اللي جوان معانا طيب زي ما انتم شايفين الان جات الشنطة معانا خلاص طيب ايش نسوي ذا حين عشان نقدر نرسب معانا الشنطة في الونلاين او في الماب يعني في السيرفر طيب نعلق على التتش بدين نروح ستايل وبعدين نروح لكلمة رقم عشرة اللي هي الرقصات الان راح مثلا نختار رقصة دقيقة بس قانا وديكم نختار رقصة كذا حلوين بعد ما اخترتوا رقصة مثلا تضغطون اكس مرتين تضغطون اكس مرتين تمام تمام الان كمان راح نغير رقصة ثانية بعد ما انتهي نضغط اكس مرتين وبعدين خلاص كذا تأكدنا ان شاء الله انها ترسب معانا الشنطة حلوين بعد ما انتهينا الرقصة نضغط دائرة 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 نرفع الجوال بعدين اكس مرتبع اكس وبعدين نتمنى انها ترسب معانا في السيرفر طيب زي ما انتم شايفين رسبنت معانا الشنطة الان نتوجه لمحلة اقنعة عشان نكمل لكم باقي الخطوات الان راح نتوجه بهذا الشكل فوق يا حبايب مرة يعني خلاص بحيث اننا نقدر نختار اللبس حقنا عشان ندمجه على الشنطة او نجيبه على الشنطة علي يعني نجيب اللبس على الشنطة الان بعد ما ارتفعنا نضغط مثلث خلاص الان نجيب الشنطة على هذا اللبس اللي احنا صممناه نعلق على التتش والروح ستايل والروح على اللبس اللي احنا صممناه عشان تجي معاها الخوذة وكل شيء تمام بعد ما خلصنا نضغط دائرة 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 الان راح نحاول ننزل تمام زي ما انتم شايفين نحاول ننزل بهذا الشكل خلاص ونحاول اننا نندق في اللي هو اللي هو الأقنع زي ما انتم شايفين زي كده نضغط الان سهم يمين وخلاص يا حبايب مربع بدأ نحفظ على نفس اللبس حتى لو صقعكم يا اخوان وما قدتوا تلحقون تضغطون سهم يمين عادي عادي اركب الدباب وخلاص هي انتقلت تكون انتقلت معاكم الشنطة خلاص اركب الدباب واصقع واضغط سهم مين واحفظ نفسي بهذا الشكل وبعدين خلاص اضغط دائرة دائرة وعلق على التتش وروح نفس اللبس واضغط عليه بالإكس ورح تندمج معاك اللي هي الشنطة وبس يا حبايبي يكون هنا وصلنا نهاية المقطع زي ما تشايفين لبس ان شاء الله جدا سهل وبسيط ويعجبكم بإذن الله وبس يا حبايبي هذا مقطعنا لليوم ولا تنسونا يكون لجميع الروابط اللي في الوصف وبس يا حبايبي ولا تنسونا بالدعم ولا لايك ولا اشتراك ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة